أهلا ومرحبا بكم نبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن امتثال الدول التي تتلقى سلاحا أمريكيا ومن بينها إسرائيل بالقانون الدولي والأمريكي في استخدامها لهذا السلح حيث وصفه عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين بغير الكافي لعدم تقديمه أجوبة حاسمة بشأن امتثال إسرائيل للقوانين أو بشأن الانتهاكات الحاصلة في قطاع غزة فهل أخذ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس موقفا وسطيا من سلوك الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وما هي دلالات هذا التقرير والقرارات التي قد تترتب عليه ولماذا الجدل في الولايات المتحدة واعتبر أن التقرير غير كاف من جهة ويوتر العلاقة مع إسرائيل كما ترى أطراف أخرى ربما كبيرة خلص إليها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد خالفت القوانين الأمريكية والدولية الإنسانية في قطاع غزة فالتقرير الذي أعد بناء على مذكرة الرئيس جو بايدن بإلزام الدول المتلقية للأسلحة الأمريكية بالتقيد بالقوانين الأمريكية في استخدامها لهذه الأسلحة انتهى إلى الحديث عن شبهة غير مؤكدة فيما خص إسرائيل وقد استخدم التقرير الذي جاء في خمسين صفحة وساهم في إعداده البيت الأبيض والبنتاجون مصطلحات فطفاضة في حديثه عن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة حيث نفت إلى أنه من المحتمل أن تكون القوات الإسرائيلية قد ارتكبت انتهاكات لكن الأمر يصعب التحقق منه رسميا بحسب التقرير وتقول الخارجية أنه لم تتوفر لديها ما وصفتها بالمعلومات الكافية للتأكد مما إذا كانت إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في هذه الانتهاكات رغم أنه من المعقول بحسب التقرير أن تكون هذه الأسلحة استخدمت في بعض الحالات التي تتعارض مع القانون الدولي ويسرد التقرير حوادث تثير المخاوف بشأن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية الصنعي في انتهاك للقانون الدولي كما يعرض تفاصيل الجهود التي بذلتها إسرائيل للعمل بما يتماشى مع القانون الدولي وذكر التقرير أن بعض الأنظمة التي تديرها إسرائيل مثل الطائرات الهجومية صنعت في الولايات المتحدة ومن المرجع أن تكون ضالعة في حوادث تثير مخاوف بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي إلا أنه يبقى من الصعب تقييم أو التوصل إلى نتائج قاطعة بشأن تلك الحوادث ضبابية التقرير وامتلاعه عن الحسم أفاره ردود فعل سريعة لدى بعض ديمقراطيي الكونغرس حيث وصف السناتور كريس فان هولين التقرير في بيان بأنه غير كاف على الإطلاق متهما الإدارة بالتهرب من الإجابة على الأسئلة المهمة ومحذرا من أن مراجعة وزارة الخارجية قد تضع حاجزا منخفضا جدا لقواعد الحرب في المقابل وفي المعسكر الديمقراطي نفسه وجدت تقرير امتقادات حادة لعدم دعمه إسرائيل حيث قال السناتور الديمقراطي جون فيترمان أنه لا يوافق بشدة على ما ورده في حين قالت مجموعة من النواب الديمقراطيين في بيان أن التقرير يشير إلى ضعف بالنسبة لحماس ويبعث إشارة سلبية للحلفاء جمهوري الكونغرس أجمع بدورهم على إدانة التقرير حيث اعتبر السناتور توم كوتون أن الموقف الحالي للإدارة يعتبر انتصارا لحركة حماس للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تل أبيب أمير أفيفي خبير استراتيجي وجنرال سابق في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية والمدير التنفيذي كذلك لحركة الأمنيين كما ينضم إلينا من كاليفورنيا سيد هنري انشير نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك من كاليفورنيا سيد انشير ما هو تقييمكم لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير إلى الكونغرس والذي أشار إلى أمكانية وجود انتهاكات إسرائيلية في غزة قد لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وحتى مع القوانين الأمريكية التقرير موجود لتلبية بعض المتطلبات وهذه المتطلبات لها علاقة بالسياسة الخارجية وهناك أيضا متطلبات داخلية عندما تقرير مثل هذا يحاول أن يحدث توازن بين تفسيرين مختلفين عندها تصل إلى هذا الغموض وعدم اليقين وتكون هناك اتهامات من الطرفين سأعطيك عدة أمثلة هنا دول أخرى ذكرت في هذا التقرير هناك كولومبيا وكينيا والصومال وهذه الدول لم تمنح مثل هذا الإطار لشرح أفعالها أو سبب استخدامها للأسلحة الأمريكية ولكن كان هناك صفحة ونصف من هذا التفسير الخاص بإسرائيل لماذا استخدمت وكيف استخدمت هذه الأسلحة هذا يشير إلى أن إسرائيل تم التعامل معها كحالة خاصة وليس كموضوع سياسة خارجية وإنما موضوع سياسة داخلية أعتقد هنا سيد إنجر يعني لماذا هذا التعامل مع إسرائيل كحالة خاصة وأيضا فيما يتعلق بهذا التردد كما وصفه البعض وعدم الحسب الأمريكي فيما يتعلق بهذه الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة إن كانت قد حصلت بالفعل أم لا أعتقد أن هذا يعود عندما أقول حالة خاصة وبعكس أي دولة أخرى يمكن أن نفكر فيها إسرائيل هي موضوع داخلي بالنسبة للولايات المتحدة هناك ناخبون أو مؤيدون في الولايات المتحدة يؤيدون إسرائيل ولا يؤيدون أي دولة أخرى التقرير كان مختلفا بالنسبة لإسرائيل بالمقارنة مع تقارير دول أخرى أيضا أشير إلى شيء داخلي هذا التقرير كان يجب أن يصدر يوم الأربعاء وبالتالي التغطية تكون أكبر ولكنه أطلق بعد ظهر الأربعاء وقبل العطلة هذا أدى إلى عدم تغطية كثيرة وانتباه كثير له رأينا أن هذا عنصر وراء نشر التقرير سأتوقف هنا سيد أبيبي من تل أبيب إسرائيل كيف قرأت هذا التقرير الأمريكي ومن الرسائل التي وصلتها من خلاله بالطبع من المنظور الإسرائيلي إسرائيل تحترم دائما القانون الدولي وتقلل من الأضرار الجانبية الجيش الإسرائيلي جيش مهني محترف يتصرف حسب القيم اليهودية لم يكن في التقرير مثال واحد أن إسرائيل تتصرف ضد القانون كانت هناك جملة ربما كانت هناك انتهاكات أعتقد أن من المهم جدا أن نكون واضحين بشأن كيفية تصرف إسرائيل هذا التقرير لا يقول أي شيء وبالتأكيد لا يتهم إسرائيل بأي شيء له علاقة بالقانون الدولي ولكن هنا حديث أو ما جاء في التقرير بعدم حسم هذه الانتهاكات ألا يثير في إسرائيل إمكانية أن تكون إسرائيل قد ارتكبت أي مخالفات تتعارض مع القانون الدولي والإنساني وحتى الأمريكي أعتقد أن ما نراه هو حديث عن حرب جودية في منطقة مكتظة بالسكان وهناك دائما درجة من الأضرار وتمكننا من تقليل الأضرار الجانبية ووصلت إلى مستوى واحد إلى واحد كل الدول الأخرى بما فيها الجيش الأمريكي كانت نسبتهم واحد إلى خمسة أو واحد إلى تسعة وهذا شيء يظهر مدى عناية واهتمام الجيش الإسرائيلي عندما يستخدم قدراته ثم هناك حقيقة أن الإسرائيليين ينقلون الفلسطينيين إلى المناطق الآمنة وهذا لتقليل الأضرار الجانبية الجيش الإسرائيلي يهاجم المواقع العسكرية فقط لم يكن هناك مثال واحد في التقرير يعني سيد إنشر أو سيد عفوانا فيفي هذه الأعداد من القتل المديني التي وصلت في قطاع غزة وفق بعض التقارير لما يقارب خمسة وثلاثين ألف معظمهم من المدنيين وفق ما وصل من هناك ألا تعتقد بأنه يشكل بشكل أو بآخر انتهاك للقونين الإنسانية الدولية سريعا لا الأضرار الجانبية لا تشكل انتهاكا للقانون الدولي حماس تقول خمسة وثلاثين ألف وهو رقم كبير لا يمكن إثبات هذا الرقم نحن نتحدث عن ربما خمسة وعشرين ألف وإسرائيل تقول على الأقل أربعة عشر ألف إرهابي معروفين قتلناهم إذن أربعة عشر ألف من خمسة وعشرين هذه نسبة واحد إلى واحد لا يمكن لأي جيش أن يصل إلى هذه النتيجة ولم يصل أي جيش إلى هذه النتيجة في منطقة مكتظة بالسكان تذكر حماس تلبس ملابس مدنية وتحيط نفسها بالمدنيين نعم واضح سيد أفيفي ولكن هنا نتحدث أيضا إلى جانب العمليات العسكرية هناك أيضا حصار انقطاع للخدمات الأساسية الأولية من حاجات إنسانية وحتى طبية لأهالي قطاع غزة أنتقل هنا لك يا سيد إنشر التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية جاء بعد تصريحات الرئيس بايدن مؤخرا والتي هدد فيها بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في حال استمرارها في اشتياح رفح وأشار فيها بايدن أيضا إلى أن إسرائيل قد استخدمت السلاح الأمريكي لقتل المدنيين في غزة عدة أشياء واحد التقرير يذكر أن من المعقول أن نفكر أنه واخذين بعين الاعتبار أن أمريكا أرسلت أسلحة إلى إسرائيل وأن مدنيين قتلوا في غزة وبالتالي من الممكن أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية لقتل مدنيين في غزة التقرير يقول هذا ولكن يترك إمكانية مفتوحة بدون التركيز على أي فعل محدد قد تكون إسرائيل قامت به فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية التقرير يذكر أن البضائع الإنسانية لم تدخل وأن إسرائيل لم تقم بشكل متعمد بمنع إدخالها واضح بالنسبة لي أن الكثير من العقبات البيروقراطية التي وضعتها السلطات عرقلت دخول المساعدات الإنسانية لهذا السبب أمريكا لجأت إلى هذا الرصيف البحري لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة ربما لم يكن متعمدا ولكن كانت هناك إجراءات لمنع توصيل هذه الأشياء إلى غزة سيد أبيبي إسرائيل كانت قد وصفت الموقف الأمريكي بعد تصريحات بادن الأخيرة بالمحبط والصعب وكذلك المخيب للأمال جاء ذلك على لسان سفيرها في الأمم المتحدة ما الذي تغير أو اختلف بعد هذا التقرير لوزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس في إسرائيل لا أعتقد أن الكثير قد تغير إسرائيل لديها أهداف واضحة للحرب لم تتغير التخلص من حماس كلية وإعادة جميع الرهائن 132 رهينة أطفال نساء مدنيين تحتجزهم حماس ثم ألا يكون هناك جيش إرهابي داخل غزة وكل هذا يعتمد على التغلغل في رفح لهذا السبب إسرائيل تصر على دخول رفح لتحطيم كتائب حماس حماس بعد أشهر عديدة من المناقشات لم تكن مستعدة للإفراج عن رهينة واحدة إسرائيل تمارس الضغط إذا لم تذهب إسرائيل إلى رفح فإنها ستخسر الحرب إسرائيل تريد النصر بشكل حازم وإعادة كل الرهائن نعم ولكن البعض يقول لك سيد أفيفي بأن إسرائيل قد دخلت مناطق أخرى في قطاع غزة واليوم ما زالت توتر الأمني هناك وما زالت الفصائل الفلسطينية نشطة من هذه المناطق التي دخلتها بالفعل القوات الإسرائيلية وعادت إليها كما هو الحال في جباليا شماليا القطاع نعم نعرف أن الهجوم الكبير يأتي ضمن خطوتين تطهير قطاع غزة من البنية التحتية الإرهابية الكبيرة هذا قد يتطلب سنوات رأينا هذا أيضا في الضفة الغربية بما في ذلك عملية الدرع الواقي في 2002 الأمر تطلب شهر ونصف لدخول المدن وعدة سنوات لجلب الاستقرار أذكرك عندما غزت أمريكا العراق سيطرت على البلاد بكاملها ولكن بعد سنوات كنا نرى ألاف الأمريكيين قد قتلوا الوضع معقد جداً ومرة أخرى نريد من حماس ألا تسيطر على غزة هذا يمكن تحقيقه والكثير يعتمد على رفح وبالطبع على الاستمرار في إضعاف قدراتها في جميع أنحاء غزة نعم سيد إنشير من كاليفورنيا ما القرارات برأيك التي يمكن أن تترتب على هذا التقرير الأخير من جانب وزاة خارجية الأمريكية إلى الكونغرس وهل برأيك ستواصل الولايات المتحدة إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة المقبلة مع استمرار أو توغلها بشكل أكبر في مدينة رفح نعم مئة في المئة إذا كان هناك شيء أنا متأكد منه فهي أن نقل الأسلحة سيستمر إلى إسرائيل قد تعدل ولكن الأسلحة ستستمر في التدفق إلى إسرائيل وكما أوضح الرئيس ورغم أنه يركز على احتياجات إسرائيل لمنع أو ردع النزاع مع حزب الله وإيران والتهديد الوجود الحقيقي لإسرائيل هل يمكن أن أرد باختصار على ما قاله الضيف عندما يتعلق الأمر بغزو العراق أنا كنت جزءا من هذا المجهود وأستطيع أن أقول لك أن معظم الأمريكيين يشعرون أن النموذج الأنجح هو ملاحقة أسامة بن لادن والزرقاوي والظواهري وهذا كان سيجلب أقل عدد ممكن من الضحايا من المدنيين نعم بدلا من الغزو الكامل الذي قمنا به والاحتلال الكامل الذي قمنا به للعراق هذا لم يكن ناجحا كل شكر لك من كاليفورنيا سيد هنري إنشر على هذه المشاركة وأنت نائب مساعد وزير خارجية الأمريكية الأسبق والشكر موصول لك أيضا سيد أمير أفيفي خبير استراتيجي وجنرال سابق في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية كنت معنا من تل أبيب شكرا لكم